بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة في مجال اضطراب طيف التوحد أسعد وأتشرف بتواجدي من خلالها معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر للحديث بإذن الله تعالى عن بعض المهارات في مادة الدراسات الإسلامية والتي نقوم بتقديمها لأبنائنا من ذوي اضطراب طيف التوحد نبدأ على بركة الله بإذن الله تعالى سيكون عنوان حديثنا في هذه الجلسة دعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار المشروعة في الصلاة تمهيد سعادتي في المحافظة على صلاتي إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من الأذكار المشروعة في الصلاة أعمل على تدريب الطالب عليها ولدينا كذلك نحن نشير كأنموذج إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وموضعها ولكن نحن نقوم يعني من خلال هذه لدينا وحدة كاملة في مادة الدراسة الإسلامية بالإمكان العودة إليها في الصفوف الأولية تتحدث عن الأذكار أو درس كامل عن الأذكار في الصلاة الأذكار الواردة في الصلاة وكيف يحفظها الطالب سواء ماذا يقول عند الركوع ماذا يقول في بداية الصلاة ماذا يقول في السجود ماذا يقول في التشاهد الأول ماذا يقول في التشاهد الأخيرة وتشاهد الثاني منها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كل هذه الأذكار نطبق عليها نفس الطريقة كيف يحفظ هذا الدعاء وغيره من الأذكار الأخرى كذلك نشير إليها بإذن الله تعالى خلال حديثنا في هذه الجلسة الأهم دائما نحن نقول تكيير هذه الخطوات ووضعها ضمن برنامج تربوي فردي يناسب إمكانيات الطالب وقدراته نحن نستعرضها كما ذكرنا نذكر دائما في جلسة واحدة ولكن من المهم أن نعلم أن ربما تقديمنا لمثل هذه المهارة للطالب يستهلك مني أسبوع دراسي وربما حتى فصل دراسي حسب القدرات والإمكانيات التي له أعمل على تحليل المهارة وتجزئة هذه المهارة على الأسابيع الدراسية حتى يستطيع هو فهمها وإثقانها بحيث لا تكون سهلة مملة ولا تكون صعبة تجعله يشعر بالإحباط التشهد الأخير ويشمل التشهد الأول وكذلك الصلاة على النبي وهي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إذن هذا دعاء الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام أقوم بتدريب الطالب عليه كيف يستطيع حفظه بالتأكيد سيحفظه مجزئا كل عبارة منها يحفظها خلال ما تسمح به قدراته وإمكانياته كما نتحدث يحفظ كل جزء يحفظ مثلا الجزء الأول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد حفظ هذا الجزء على حسب الجزء هذا ربما يحفظه في يوم وربما يحفظه يعني لنقول لدينا بدر ربما يحفظ هذا الجزء المقطع الأول من الصلاة على النبي ربما يحفظه خلال أسبوع ربما يحفظه خلال يوم وربما يحفظه حتى خلال أسبوعين الأهم أني أقوم بتكرار هذا المقطع حتى يستطيع حفظه وإدراكه وفهمه ثم بعد ذلك ننتقل إلى المقطع الآخر كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بعد ذلك عندما يحفظ هذا المقطع التالي عند حفظه للمقطع التالي يجب أن يسمعها كاملة من البداية من اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ثم يكمل الحفظ الجديد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ونستمر على هذه الطريقة في حفظه عندما نريد منه أن يحفظه نبين له أن هذا في البداية هو يعرف ويفهمه خلال نقرأ النص عليه كاملا الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يفهم ما هو ويعرف ما هو ثم نقوم بتكرار عليه حتى يستطيع حفظه بالطريقة التي ذكرناها قبل قليل وبإمكانكم كذلك العديد من الطرق للحفظ عبر البطاقات التي تكون لها جيوب أو بطاقة أقوم بقلبها وأجعله يقوم بحفظها العديد من الوسائل والطرق أستطيع من خلالها إيصال هذا المعنى له موضوع التشهد الأخير كذلك أدل عليه أنه متى يقول هذا الدعاء وهو صلاة على النبي في الجلوس بعد الركعة الأخيرة المعارف التي سيتلقاها دعاء الاستفتاح و موضعه كذلك هذه من الأذكار التي سيحفظها كما أشرنا لدينا العديد من الأذكار منها دعاء الصلاة على النبي و غيرها من الأدعية سنشير إلى هذه الأدعية و الأذكار غير الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي التي يجب عليه أن يحفظها لأدية الصلاة بشكل صحيح نقوم بتجزئتها حسب إمكانياته و قدراته ربما خلال الفصل و خلال سنة نستطيع تطبيق بعضا منها و خلال السنة التي تريد أن نقوم بوضع البرنامج ليشمل بقية هذه الأذكار التي يحفظها في الصلاة نستعرض بعضها هذه المعارف بالإضافة إلى الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ هذه الأذكار و معرفة موضعها كذلك ما يقال بعد الرفع من الركوع التشهد الأول و موضعه التشهد الأخير و موضعه كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و موضعها التشهد الأول و موضعه إذن نلاحظ هذه هي المهارات و المعارفة التي سيتلقاها بالإمكان أن أقوم بطباعة بطاقة للذكر و للدعاء حتى يستطيع حفظه أقوم بوضع هذه البطاقة أو تصوير الورقة التي تشمل على دعاء الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام و أجعله أمام الطالب دائما هنا من خلاله يعرف ما هو موضعها و كذلك موضعه في الصلاة و يصلي على النبي كذلك في الصلاة من خلال حفظه من خلال قراءته إذا كان يستطيع القراءة أقوم بوضع مثل هذه البطاقة أمامه في أكثر من مكان أقوم بوضعها في الفصل أمامه على الطاولة إذا كان لطاولة محددة أو عنده كرسية بجانب كرسي و يشاهدها دائما أمامه الأم و الأب كذلك في البيت إذا كان هناك مكان مناسب في غرفة الطالب بجانب سرير الطالب نضع هذا الدعاء حتى يستطيع حفظه ربما أستطيع حتى تطبيق الكثير من الأساليب حتى يستطيع حفظ هذا الدعاء بأن أقوم بتلوينه مثلا كل مقطع يقوم بحفظه أقوم بتلوينه حتى ينهي حفظ هذا المقطع كاملا و يحصل على مكافئة حتى يكون لدي حماس و دافعية لحفظ هذا الذكر و هذا الدعاء من خلال هذه العمليات و من خلال إكساب مثل هذه المهارات من خلال الأنشطة و من خلال النقاش المباشر و من خلال تلقينه حتى يحفظ سنكتسب العديد من المهارات حتى أستطيع أن يجعل يدرب أخوه مثلا في البيت أو بعض الطلب الآخرين على حفظ هذا الذكر أو أن يلقي هذا الذكر كذلك سأكتسب حتى عديد من المهارات العقلية التي سيتلقاها و العملية مثل مهارة الربط ربط الطالب الصورة بالذكر المناسب كما لدينا قبل قليل المهارة الحفظ كذلك مشاركة الطالب في مسابقة حفظ الأذكار المهارة الاستنباط كذلك قراءة الطالب التشهد واستنباط أحد أركان الإسلام منه مهارة اكتشاف الخطأ اكتشاف الخطأ معرفة الطالب الموقف الذي وقع فيه الخطأ في النشاط الرابع مثلا على سبيل المثال لدينا بعض الأنشطة التي يخطئ فيها الطالب مثلا من خلال صور توضع أما ما يكتشفها التطبيق اختيار الطالب الإجابة الصحيحة من عدة بدائل الأنشطة المشاركة في مسابقة حفظ الأدعية السلوكات والأخلاق استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه يسمع من يحمده ويمجده حمد الله سبحانه وتعالى على كل حال المحافظة على أذكار الصلاة المشروعة يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن يحفظ دعاء الاستفتاح أن يحفظ الذكر المشروع بعد الرفع من الركوع يحفظ صيغة التشهد يحفظ الصلاة على النبي وكذلك أن يذكر موضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ ما تشرع الاستعاذ منه قبل السلام يواظب على أذكار الصلاة في مواضعها يستنبط أن التشهد أحد أركان الإسلام إذن نلاحظ من خلال هذه الأهداف أننا لا نركز بشكل كبير على الصلاة وما هي أركانها نركز على الأذكار التي يجب علي أن يحفظها ومنها الصلاة على النبي نركز عليها كلها أن يقوم بحفظ هذه الأذكار لا كيف يؤدي الصلاة مثلا الركع الأولى ثم الركع الثانية يسجد متى موضع الجلوس بين السجدتين هي مهمة ولكن الأهم فيها أن يقوم بحفظ هذه الأذكار والأدعية التي تكون داخل هذه الوحدة وداخل هذا الدرس المدخل بالإمكان أن يماهد المعلم الدرس بطرح أسئلة حول صفة الصلاة واستثارة ما لديهم من معلومات عن أذكار الصلاة كل هذا يساعد في إيصال هذا المعنى للطالب ومعرفة شرحه بشكل صحيح لهم من خلال معرفة ما هي القدرات والإمكانيات التي لديهم إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية حديثنا في هذه الجلسة شكرا لكم على طيب المشاهدة طبتم وطابة أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته